دانت وزارة الخارجية الفلسطينية صنط المجتمع الدولي على عدوان الاحتلال الاسرائيلي بحق عائلة أبو ملحوس في دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين من العائلة وقالت الوزارة في بيان لها أن اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بمسؤوليته عن قتل عائلة فلسطينية وتدمير منزلها بذريعة استهداف قادة من الفصائل الفلسطينية هو اعتراف رسمي بارتكاب جريمة وحشية وتحدي للمجتمع الدولي واستخفاف بالأخلاق والمبادئ الإنسانية وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرائم الاحتلال الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية ومسائلة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين